مرحبا الخير لكل مشاهدين الكرام إذن دائما تستمر الأجواء الحارة فيما يخص المناطق الجنوبية للوطن وكذلك بالنسبة للولايات الداخلية خلال ظهيرة اليوم الأثنين مع نسبة رطوبة ستكون عالية فيما يخص أغلب السواحل الوطنية والمناطق القريبة منها إذن كان قد أصدرت ديوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبيه من الدرجة الأولى يخص كل من ولاية أدرار ورقلة الوادي توكورت إنسالح لمغير لمنيعة برج باجي مختار واتيميمون بدائما تسجيل درجات حرارة مرتفعة تتعدى 48 درجات على مقياس تحت الضل كانت بداية من التاسعة من صباحة اليوم وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا بإذريله بالنسبة لتوقعات الوضعية الجوبية خلال ظهيرة اليوم الأثنين فالتقس سيكون مشمس ومستقر فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن أواخر الظهيرة ستكون الأجواء غائمة وممطرة أمطار رعدية مرتقبة بإذن الله على أغلب المناطق الداخل للهضاب العليا وكذلك منطقة الأوراس إذن بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى رح نسجل بلبويرة حوالي 28 درجة نسبة رطوبة ستقارب 30 بالمئة فيما يخص بس رح نسجل في حدود 37 درجة لاحظوا أن أغلب المناطق الداخلية رح تعرف تشكل خلايا رعدية منعزلة مصحوبة بتساقط أمطار سعيدة ستصل إلى 36 درجة الرياح في حدود 30 كم في الساعة سيدي بالعباس 38 درجة إذن الولايات الغربية لجواء ستكون أو درجات حرارة مرتفعة تصل حتى الربعين إلى 22 درجة بنسبة الإشلف ورقلة رح نسجلو 48 درجة برج بوعري ريج 35 درجة فيما يخص فقط المناطق الجنوبية الوضعية الجوية ستكون مشمسة إلى قليلة السحب باستثناء أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتأسي الاحتمال يكون فيه تساقط بعض أو تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة لكن بدون فعالية وحركة ريح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة مرفوقة بتطاير أكيد زوابع رملية فيما يخص مشاهدينا نسبة الرطوبة ستكون إن شاء الله عالية فيما يخص أغلب المناطق الساحلية للوطن تقارب إن شاء الله حتى الـ 85% خلال ليلة اليوم وصبحت يوم الغد على أغلب الصواحل الوطنية وكذلك بالنسبة للمناطق الداخلية ستصل حتى الـ 50% بالنسبة لتوقعات درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة فدائما تبقى مرتفعة حتى الـ 50 درجات على مقياس بالنسبة لإنصالح أدرار برجفاجي مختار كذلك الوادي ورقلة لمغير أيضا بشار تيندوف زلفانة والمنيعة ستصل إلى حوالي 47 درجة المناطق الساحلية إن شاء الله خاصة خلال يوم الغد التولتاء ستصل إلى 32 درجة والمناطق الداخلية سنسجل حتى الـ 43 درجة كأعلى مقياس إذن حالة البحر لنهار اليوم الـ 2 سيكون هادئ إلى قليل الاثراب على أغلب السواحل الوطنية الريح ستكون ضعيفة فيما يخص السواحل الوسطى والشرقية تترى وحما بين 10 حتى الـ 15 كم في الساعة بينما ستصل إلى 30 كم في الساعة وهذا على السواحل الغربية الرؤية متوسطة وحرارة مياه البحر ستترى وحما بين 22 حتى 23 درجة وهذا على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعات الوضعية الجوبيل المرتقبة خلال ظهيرة اليوم بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك بلال شكرا جزيلا لك هنا